بنبدأ فيلمنا مع كذبر شخصية تفهة جدا ومتدلع وعايش حياته بالطول والعرض ومشايل هم اي حاجة في الحياة وكمان مش بيتحمل مسؤولية اي شيء وده لانه يبقى ابن الملك اللي هو مولود يعني وفوقه معلقة دهب زي ما بيقوله بس الملك ما كانش عاجبه الحال ده كان عايز يعلمه ازاي شيء المسؤولية ويبقى ليه نفرة في الحياة بيوديه اكاديمية بتاعة سعات البريد واللي كانت شغلانة مهمة جدا عندهم لان زمان كانت الرسائل هي الطريقة الوحيدة لبين الناس علشان يتواصلوا بيها الاكاديمية كلها كانت ماشية بنظام ضاق جدا الا شخص واحد واللي هو طبعا عارفينه كذبر كان بيداق في كل الناس حتى رئيس الاكاديمية شخصية ولما الملك بقى ما بيلاقيش فايدة فيه بيخترع ليعقاب ومهمة في نفس الوقت بيكرر انه هو يبعته لجزيرة بعيدة جدا وانه هو يوصل بنفسه ستة الاف رسالة في خلال سنة واحدة ويقوله انه هو لو منافسش القرار بتاعه ده هيتحرم من الورث بتاعه وهيطقطع كمان عنه المسروخ في الفلوس كلها وهيضطرد من القصر ومجبر اخاك لبطل بيأجر كذبر مركبة ويروح على الجزيرة هناك بيتفاجئ ان الجزيرة متضمرة خالص والضباط مغطيها من كل مكان بيستغرب كذبر وبيسأل راجل صاحب المركبة اللي جاي بيها هم فين اهل الجزيرة دي وازاي يعرفه ان ابن الملك شخصيا على وصول ومايجوش يستقبلوه الراجل بيبصوله من فوق لتحت كده وبيقوله طيب طالما هي كده بقى روح انت حالتها على الجرز اللي هناك ده ورنه واول ما هتضرب الجرز هيجي اهل الجزيرة كلهم وهيعملو لك احلى استقبال شفت في حياتك وفعلا كذبر بيروح وبيرن الجرز وفعلا زي ما الراجل قال الناس طلع له من كل مكان بس كانوا جايين وبيجروا عليه وكل واحد فيهم ماسك سلاح في يده كذبر شافهم من هنا وقال يا فكيك من هنا ودور الجري وهم عادين يجري وراه بيهرب منهم بيدخل في محل اسماك وبيقابل هناك بنوتة جميلة كده بتشرحوا له الحال ماشي ازاي على الجزيرة بتعرفوا ان الخراب اللي في الجزيرة ده كله بسبب ان الجزيرة منقزمة لألتين اتنين وبينهم خرنقات كبيرة جدا وعلشان كده مدمرين كل حاجة في الجزيرة تعليم صحة اتجارة صناعة والبلد بقى كلها خرابة والنهاية نفسها كانت مدرسة زمان بس دلوقتي بتشتغل اي حاجة علشان بتلم فلوس علشان تهرب بقى من الجزيرة دي بيجي الراجل اللي كان معاه قبل كده وبياخد كاثبر للبيت اللي هو هيقعد فيه وكاثبر اول ما بيشوف البيت بيهجبه جدا جدا يلا بالشفى يا نجد تاني يوم بيبدأ شغله علشان يلحق يوصل الست الاف الرسالة اللي عايزوا وصلهم في سنة دول بس طبعا بيلاقي كل سنة دي البريد فاضية بقى هوا ناس بالشكل دي والعقلية دي هيبعثوا رسالة مين دول كل ما بيشوفوا بعض بيضربوا بعض بيقع بعدها من طفل رسمة وكاثبر بيشغل دماغه لما بيشوفها وبيقول لك تبقى دي اول رسالة وان هو هيبعثها بس بالبريد طبعا ملحقش يعمل كده لان فيه ناس من اهل الجزيرة شافوه وكان منه جار يمبارح وراه كاثبر كان يغزل ان هو ينفذ المهمة دي لانه لف البلد كلها وتخيل ملاقاش ولا رسالة واحدة بس بالصدفة بيشوف الخريطة مكان بيت بعيد لسه مراحش عنده بياخد بعضه ويروح على البيت ده واللي كان في مكان لوحده خالص ما بيلاقش حد هناك فبيدخل البيت وبيلاقي لعب اطفال كتير فجأة بيظهر له شخص ضخم مع اسلحة كتير اسمه كلاوس كالعادة كاثبر بيدور الجارية تاني بس المرة دي بتقع منه الرسمة بتاعت الطفل واللي كلاوس بيشوفها الطفل كان رسل نفسه كأنه محتوط في سجن وكلاوس بيتأثر جدا من الرسمة دي وبياخد لعبة من اللي عنده وبياخد جاثبر هو كمان معاه وبيروحوا لبيت الولد بيحتف كاثبر بالهداية من المدخنة علشان يوصلها للطفل من غير محد من اهله يشوفه وبيسيبها كاثبر وبيطلع بره مع كلاوس وبيفضلوا ان هم يرقبوا الطفل من بعيد بيلاقوا ان الطفل شغل اللعبة وفضل يلعب بيها وكان مبسوط جدا وطير من الفرح كاثبر ساعدها بيجيلوا فكرة وبيلف على الاطفال بتوع المدينة كلهم ويقول لهم ان هم يكتبوا الالعاب اللي نفسهم فيها في الورق اللي هو بيدهولهم ده وان هو هيوصل رسالتهم دي لكلاوس علشان يعملها ويجيبها لك لحد البيت طيب الاطفال اللي ما بيعرفوش يكتبوا يعملوا ايه كاثبر ما بينساهمش وبياخدهم يوديهم للمدرسة اللي شغالة في محل السمك علشان تعلمهم القرية والكتابة وكمان علشان هي قلبها طيب باقي بتاخد من الفلوس اللي هي بتحوشها علشان تخرم من الجزيرة دي في سبيل ان هي تشتري لهم كتب وتعلمهم كان فيه طفل رخم كده ومتنمر عيل غطة الصراحة كاثبر بيحط له حتة فحم بدل اللعبة بتاعته كعقاب ليه بيروح للطفل بعدها علشان يضربه بس كاثبر بيهدده ان هو لو فدر رخم كده هيقول لكلاوس واللي بدوره هيحطه في البلاك ليست وبعد كده مش هيعمل له اي لعبة طول حياته بيخاف الطفل جدا بعده مش هو بس لا وكمان الاطفال كلهم اللي كانوا موجودين ومن ساعتها الاطفال بقوا بيحترموا الناس الكبيرة وما عدوش بيعملوا مشاكل وكمان بينضبوا في الشوارع من اخر يعني اخلاقهم اتحسنت وكل ده كان بسبب كاثبر الاطفال اصروا في الكبار واللي بقوا بيزوروا بعض وبيهدوا بعض ومن الآلتين اللي بيتخنقوا كمان كل ده وكاثبر كان هو البطل الخفي اللي بيعمل المستحيل علشان يوصل اللعب للاطفال من غير ما يشوفوه بس كان متداق من حاجة ان الاطفال بتشكر كراوس بس وما اعتبرينه ان هو البطل بتاعهم بس فعلا واضح ان كاثبر اتغير لانه ردي بالوضع ده في سبيل انه هو يسعد الاطفال الصغيرين دول بس المشكلة بقى ان كل الالعاب اللي عند كلاوس وزعوها وخلصه ولسه ما وصلش عهد الرسائل المفروض انه هو يوزعها بيقول لكلاوس ان كريسماس فاضل عليه ايام وبيقترح انه هما يسبتوا اليوم بتاع كريسماس ده علشان يوزعوا الهداء على الاطفال بلن ما بيفضلوا يوزعوها ع طول السنة كده بيطلب منه ان هو يصنع العب تانية بس في مفاجأة كلاوس ما بيرضاش وبيسيبوه وبيمشي وهو حزين كاثبر بيقابل بعدها بنت بتتكلم لغة ما بيفهمهاش فبياخدها وبيروح للمدرسة بترجم له الكلام بتاعها وبتقول ان البنت عايزة زلاجة من كلاوس كاثبر بيقرر ان هو يعمل للطفل الزلاجة دي وكلاوس بيشوفه هو بيحاول يعملها فبيقرر ان هو يساعده فعلا بيعملوها وبيحطوها قدام بيت الطفلة بيرقبوا البنت وبيلاقوها ان هي بتفرح جدا بالهدية وبتاخدها علشان تلعب بيها بيرجعوا للبيت وكلاوس بيحكي له كستدو ان هو من زمان كان متجوز واحدة اسمها ليديا وكانوا بيحبوا بعض جدا كان نفسهم يخلفوا اطفال كتير وعلشان كده صنع كل الالعاب اللي كانت في البيت دي بس للأسف ربنا ما كتبش لهم الخلفة وليديا بعدها اهتعبت وماتت وان بسببك انت وازدعنا اللعب على الاطفال وشفت ازاي بيبقوا فرحانين بيها وانا كمان فرحت زيهم واكتر بيقرر ان هو ينفذ خطة كاسبر ويصنعوا لعب كتير ويوزعوها في الكريسمس وفعلا بيفضلوا ان هم يصنعوا لعب كتير في الوقت اللي اهل جزيرة علاقتهم كانت تتحسنت ببعض جدا وكمان كانوا بيحضروا ان هم يعملوا حفلة علشان راس السنة وكاسبر من مدرسة انتمو سوا وعملوا طاقة محمر كبير كده لكلاوس علشان يلبسوا في الكريسمس بس فجأة والدنيا كانت زبادي خلاط بيجي الملك لكاسبر بيقولوا ان هو مبسوط منه جدا ويلا بقى علشان نرجع لقصر بتاعنا وده كان بسبب الاتنين الكبار بتوع الالتين ومكانوش عاوزين الصلح ده فبيروحوا الملك وبيعرفوا ان كاسبر ابنه خلص عاد الرسائل اللي هو كان طالبها منه لا والخنزير كمان كانوا بيحاولوا ان هم يسرقوا لعب الاطفال علشان يباوزوا الكريسمس ويرجع لالتين تاني الخناء بتاعهم كاسبر بيتكلم مع بابا قبل ما يمشوا وبيقولوا ان هو عايز يفضل في الجزيرة لانه سعيد هنا بيوافقوا الملك وبيقولوا ان هو فخور بي وباللي عملوا وان هو اغير الجزيرة واهلها للأفضل وبيسمح له ان هو يفضل معاهم بيرجع كاسبر بسرعة وبيتير علشان يجيب لعب الاطفال بيقع على العربية بتاعت كلاوس واللي ما كانش فيها الحيوانات اللي بتسوقها فبتتزحلق بيهم هما الاتنين بيجري وراهم الناس التانين وبسببهم الالعاب بتقع من العربية في التالج بيعتذر كاسبر لكلاوس ان هو ضيع تعب وعالفاضي بس بيكتشف ان التغليف ده جواه خشب مش لعب بتيجي المدرسة وبتعرفوا ان اللعب دي مزيفة ان هما كانوا مخبيين اللعب الحقيقية وكل ده علشان الاطفال عرفوهم بخطط اهليهم لسرعة اللعب بيخلص في المنها بعد ما نجح كاسبر ان هو يغير اهل الجزيرة دي وبنعرف ان هي بقت بتتطور يوم عن التاني وان هما فضلوا يوزعوا الهداء دي لحد ما قوصلوا للجزر كمان اللي حواليهم وان في يوم من الايام عد كاسبر على كلاوس ولقاهوش في البيت وما يعرفش هو راح فيين بس الاكيد ان هو بقى بيشوفو يوم الكريسماس كل سنة وهو جاي باللعب للاطفال ودي كانت بداية اسطورة بابا نويل كم وصلت نهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول